السلام عليكم مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفهام عام درس اليوم إخواني خصصته إلى الكلمات المفتاحية وطريقة اختيارهم فبعد زيارة لعدة مجموعة فيسبوكية مهتمة بهذا المجال أمازون كيديبي فوجدت أن معظم الأسئلة التي يطرحها الأصدقاء أو المشتركين في هذه المجموعات هي كيف أختار الكلمات المفتاحية هل أختار الكلمات المفتاحية القصيرة أو هل أختار الكلمات المفتاحية الطويلة وكيف أأتي بهذه الكلمات المفتاحية ومن أين سأأتي بهذه الكلمات المفتاحية في هذا الفيديو قدمت لكم خطة أو طريقة جميلة لوضع الكلمات المفتاحية والتي إن شاء الله ستحقق لكم مبيعات جد جد محترمة لذلك حاولوا أن تركزوا معي إخواني لأن هذا الفيديو مهم جدا لكم إذن إخواني تابعوا معي الشرح إذن وجهت البرنامج على أول منصة على الشكل التالي هنا نختار دائما المنصة التي نود الإشتغال عليها مثلا هنا أمريكا ثم هنا نحدد بوكس ثم أخطر مثلا coloring books for kids ثم أضيف مثلا أربع سنوات ثم أقوم الآن بالبحث فلاحظوا معي إخواني يعني نتيجة منافسة رهيبة جدا لكن أنا سوف أشتغل بهذه الأدات التي من حولنا بوكبولت وهي عبارة عن extension KDP Spy أقوم بالدخول إليها ثم start هنا سوف تظهر لي جميع الكتب التي بيعت في الأشهر الأخيرة وكذلك في السنوات الماضية لكن سوف أحدد الإختيارات التي أريدها بالضبط فأنا دائما أشتغل على الكتب التي حققت مبيعات كبيرة في ثلاث أشهر الأخيرة فمن أرد الاستفادة أو معرفة هذه الأدات بكل دقة فما علي سوى مشاهدة الفيديو سوف أضع رابطه في وصف هذا الفيديو فقد قمت سابقا بشرح هذه الأدات ومميزاتها وكذلك مميزات التي يمنح لنا بوكبولت ومع كود تخفيدي 20% لكل من يريد الاشتراك في هذه الأدات الرائعة فأنصحكم بالاشتراك فيها فمميزاتها كبيرة جدا إذن هنا سوف أقوم باختيار الكتب التي تم رفعها في أواخر سنة 2020 أو بداية 2021 ثم حققت مبيعات محترمة مثلا هنا نلاحظ هذا الكتاب أقوم باختياره فعند الذهاب إلى هذا الرقم التعريفي للكتاب أقوم بفتحه في نفذة جديدة ثم أقوم بالبحث من جديد إذن كما تشاهدون هناك معطيات دقيقة على كل كتاب في حدة فهنا عدد المبيعات وهنا يعني المبالغ التي حققها هذا الكتاب هذا تاريخ رفع الكتاب وهنا عنوان الكتاب وهنا رقم التعريفي للكتاب كذلك فهذه هي الأشياء التي تهمنا في هذه الأدات هذا هو يعني تمن الكتاب ثم مثلا هذا الكتاب فهو جميل جدا قموا بفتحه كذلك في نفذة جديدة هذا الكتاب كذلك فسأركز فقط على الكتب التي رفعت في 2021 والتي حققت مبيعات محترمة سأختار تقريبا أربعة أو خمسة كتب فقط حتى لا أطيل الشرح حتى لا يكون الفيديو ممل فمثلا اخترت هذه الكتب الأربعة كما تشاهدون هذا الكتاب لا يهمني فهذا الكتاب فالانتينز داي يعني يتحدث عن عيد الحب الذي يوافق أربعة عشر في هذا الشهر لكن أنا لا أحب الإشغال على هذه يعني الأعياد الخاصة بالمسيح أو باليهود بصفة عامة ولكل واحد وجهة نظر خاصة به يجب علينا احترامها بذلك إخواني أردتم الإشغال عليه فأشتغلوا عليه لكنني لا أنصحكم به ثم أقوم بالذهاب إلى هذا الكتاب الثاني ثم الكتاب الثالث ثم الكتاب الرابع فالمهم لدينا في هذا الفيديو هو أننا سوف نشتغل على هذه العناوين الرئيسية التي يقوم الباعة برفعها في كتبهم فمثلا سأختار هذه العناوين الرئيسية الأولى لأنها هي التي تحقق لأصحابها المبيعات فدائما كما قلت وشرحت في فيديوهات سابقة أول شيء مهم في الكتاب هو هذا العنوان الأول ثم يليه هذا العنوان التانوي ثم تليه الكلمات المفتاحية التي نحن في صدد شرحها في هذا الفيديو لذلك فأنا سوف أقوم بأخذ الكلمات ثم أضعها في الورد ثم أحتفظ بها حتى النهاية ليريكم الطريقة التي أقوم باتخاذها أنا شخصيا وهذه الطريقة مجربة وتأتي بأرباح جميلة فمثلا وجدنا أننا قمنا بأخذ أربعة أو خمس كلمات بهذا الشكل يعني كلمات تعتبر طويلة شيئا ما فهذه الكلمات هي التي سوف تساعد كتبنا على الظهور لأن دائما short keyword أو الكلمات المفتاحية القصيرة فهي لن تنفعنا لأن أصحابها فعلا إما يستعملون حملة إعلانية وبالتالي سوف يظهرون وسوف تكون منافسة كبيرة عليها أو أن هذه الكلمات سوف تجد آلاف المنافسة عليها ولن يستطع كتابك الظهور والمنافسة مع هذه الكلمات التي رفعت قبلك لذلك إخواني كما أقول دائما أخطار هذه الكلمات فقموا برفع هذه الكلمة الأولى ثم أضعها في الكلمات المفتاحية كاختيار أول لكن انتبه معي أخي فهذه الطريقة يجب عليك استعمالها بذكاء فدائما يجب عليك أن تلاحظ هذه الكلمات المكتوبة هنا مثلا color by numbers for kids age يعني أربعة سنوات إلى تمانية فهذا إذا كان موافق لكتابك وليست فيه أي شيء ليس بكتابك فعليك أن ترفعه في هذه الخانة أما إن وافق أنه مثلا يتحدث عن كتاب colorin books لكنه بميزة أخرى سنوات مثلا سنتين إلى ثلاث سنوات فهذا يجب عليك أن تعدل عليه وتقوم بتحديد السنوات التي أنت تشتغل عليها حتى لا يكون هناك أي التبس ثم يعني عند شرح لهذا الفيديو لم ألاحظ هنا بأن الكلمة الرئيسية هي هنا دائما الكلمة الرئيسية الأولى تنتهي بنقطتين ثم هذا هو يعني العنوان الثاني الذي سوف أقوم برفعه في الكلمة المفتاحية ثم دائما أحاول أن ألاحظ هل هناك كلمة داخلة يعني لا توافق كتابي أحاول أن أزيلها وأكون جملة مفيدة ودائما ركزوا إخواني على الجمل المفيدة فأنت دائما تضع نفسك أمام المشتري فهذا المشتري يقوم بكتابة يعني كلمات أو كلمة مفهومة في البحث في أمازون فإذا وفقت هذه الكلمة مثلا هذه الكلمة الخاصة بك فسوف تقوم أمازون بإظهار كتابك أولا وهذا هو المغزى والمراد من هذا الشرح الذي قدمته لكم اليوم حتى تصبح كتبكم تظهر أكثر للأشخاص إذن إخواني هذه هي الطريقة لا أريد أن أطيل الفيديو فطريقة بسيطة جدا دائما نأخذ هذه الكلمات الرئيسية الأولى للكتب التي رفعت في آخر ثلاث شهور وحققت مبيعات كبيرة ثم أقوم بوضعها في الكلمات المفتاحية هذه هي خلاصة الدرس لكن كما قلت امتبهوا حتى لا تكون هناك كلمات داخلية لا توافقوا كتابكم ثم دائما حاولوا أن تضعوا في الكلمات المفتاحية كلمات تكون طويلة فلا تستعمل short keyword الكلمات القصيرة مثلا coloring books فcoloring books عليها منافسة كبيرة وكن على يقيد أن كتابك لن يظهر إلى المشتري لذلك حاول أن تقوم بكتابة مثل هذه الكلمات فلاحظ ما يا أخي عندما أقوم بالبحث بهذه الكلمة فانظر معي حتى يتبين لك الفرق فسوف تجد أن المنافسة عليها قليل جدا فلاحظ أخي الكريم يعني 12 شخص قاموا بكتابة هذه الكلمة وينافسونك عليها إذن ففرصتك في بي كتابك هي جد مرتفعة مقارنة مع الكلمات الأخرى لذلك أخي الكريم كما قلت وأعيد حافظوا على هذا الترتيب الخاص بظهور كتابكم فدائما ركزوا على العنوان الرئيسي الأول ثم العنوان الرئيسي الثاني ثم الكلمات المفتاحية إذن إخواني إن أعجبكم الفيديو قموا بالضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وإن كانت هذه هي أول زيارة لكم من القناة لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم فيديوهاتنا أول بأول ودمتم في رعاية الله